يلا نشوف ملامح الحكم العثماني أيام الحكم العثماني كانت ملامح الحياة كتعملة زي وحكمهم كان عامل زي طبعا حكمهم كان متدهور في كل المجالات في الزراعة والصناعة والتجارة وفي كل المجالات ده بالنسبة لمصر يلا نشوف ملامح الحكم العثماني في مصر أولا السياسة عناصر الحكم عندهم كانت أربعة الحكم كان بيتقسم ما بين أربعة اولا الوالي او الباشا الوالي او الباشا ده كان هو نائب السلطان في مصر وهو رئيس السلطة التنفيذية ومدة بقاوكة 8 سنة ل 3 سنوات وكان عليه ارسال الضريبة الى السلطان العثماني كان السلطان العثماني بيفرض ضريبة على مصر والوالي والباشا بيدفع الضريبة دي للسلطان العثماني طبعا بيقود الجند في الحرب ده مهمات الوالي او الباشا وطبعا مقره القلعة ده اول عنصر من عناصر الحكم ما كانش الوالي او الباشا هو اللي بيحكم لوحده كان في عناصر تانية للحكم كان في بعض المسائل المهمة ما كانش يقدر يقوم بها لوحده الا بمشورة ديوان القاهرة ايه هو ديوان القاهرة او الديوان الديوان بيتكون من كبار من كبار ضباط الحامية العثمانية اللي هو الجيش العثماني والموظفين والعلماء وكان ليه سلطة مراقبة الوالي ولا يستطيع الوالي التصرف في المسائل المهمة إلا بالرجوع إليه كان الوالي ما قدرش يعمل أي حاجة المسائل المهمة إلا ما يرجع للدوان العنصر التالت من عناصر الحكم الحامية العثمانية الحامية العثمانية برضو كانت بتشارك في الحكم الحامية العثمانية كانت بتتألف من فرق عسكرية وكانت بتقوم بحفظ النظام والدفاع عن الدولة الديوان ده يمثلوا عندنا حاجة زي مجلس النواب أو مجلس الشعب ودولاتي ما فيش مجلس شعب بس هو زيه حاجة زي مجلس الشعب كده الحامية العثمانية دي حاجة زي وزارة الداخلية تمثل لوزارة الداخلية دلوقتي يعني كانت بتحفظ النظام وتدفع عن الدولة إدارة الأقاليم إدارة الأقاليم دي كانت لأمراء المملك هما بيغيروا الأقاليم بتاعت مصر الأقاليم هي حاجة زي المحافظات كده وده بسبب خبراتهم الطويلة في تنظيم شؤون البلاد كان زعيم المملك كان بيسموه شيخ البلد ومنقشر شيوخ البلد المشهورين والمعرفين في العصر العثماني علي بيك الكبير ومحمد بيك أبو الدهب وإبراهيم بيك وموراد بيك دي على مصر الحكم والحياة السياسية طب بالنسبة للحياة الاقتصادية تدورت الحالة الاقتصادية الحالة الاقتصادية تدورت في عهد الدولة العثمانية في مصر بسبب تحويل التجارة بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح دي كانت من أسباب تدهور المملك وبرضو من أسباب تدهور الحالة الاقتصادية بالنسبة لمصر في الدولة العثمانية وطبعا بسبب إرسال الضريبة المفروضة على مصر إلى السلطان العثماني دي كانت برضو بتستنزف أموال الشعب يعني كانت قدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية وطبعا إهمال الحاكم تنمية موارد مصر الثلاث حاجات دول قدوا إلى تدهور الحالة الاقتصادية يبقى تحويل التجارة بين الشرق والغرب إلى طريق الرئاسة الرجال الصالح إرسال الضريبة المفروضة على مصر وإهمال الحاكم تنمية موارد مصر كل حاجات دي قدت لتدهور الحالة الاقتصادية طب الحالة الاقتصادية مجرد ما نقول حالة اقتصادية نذكر إيه وإيه وإيه ثلاث حاجات مشهورين أول ما نقول الاقتصادي يبقى ثلاث حاجات إيه هما زراعة صناعة تجارة يلا نشوف الزراعة كتعاملة إزاي والصناعة كتعاملة إزاي والتجارة كتعاملة إزاي أولا الزراعة الزراعة كان فيه حاجة اسمها حق الانتفاع حق الانتفاع معناها ان الارض دي تكون ملكا للدولة والفلاحين هما اللي بيكلفوا بزراعتها يعني هما بيزراعوها بس هما مش اصحاب الارض الارض ملكا للدولة ممثلة في السلطان وطبعا اثقل الفلاحون بالضرائب كانوا بيفرضوا عليهم ضرائب كتير على الاراضي وانتشرت المجاعات والاوبئة وكل ده ادى الى تدهور الزراعة وبرضو بسبب عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الراي واقامة السدود وحفر الترع الحاجات دي قدت لتدهور الزراعة وبرضو الصناعة اكيد هتكون متدهورة بان الزراعة هتكون متدهورة الصناعة تكون متدهورة ليه بقى انقرضت بعض الصناعات واقتصرت الصناعة على الحرف اليدوية البسيطة وتدهورت الصناعة ليه بقى تدهورت الصناعة بسبب تدهور الزراعة اما الزراعة بتدهور الصناعة بتتدور ليه؟ لان في بعض الصناعات او اغلب الصناعات بتقوم على المنتجات الزراعية مثلا الكراسي دي مثلا من الخشب والخشب ده من الزراعة وزراعة متدورة بقى كده الصناعة تتدور وبرده اللي قد لتدور الصناعة انتقال الصناع المهرة الى عاصمة الدولة العثمانية يعني ما يلاقوا صناع مهرة او كده بينقلوهم من مصر ويدوهم لعاصمة الدولة العثمانية فده ادى الى تدور الصناعة في مصر والتجارة اكيد هتكون متدورة هي برضو التجارة بنوعية التجارة لها نوعين تجارة داخلية وتجارة خارجية التجارة الداخلية البيع والشيرة داخل مصر التجارة الخارجية ما بين مصر ودول التانية التجارة الداخلية كانت متداورة. ليه? بسبب افتقاد الامن. فكان مسلا محدش مسلا هيروح من محافظة لمحافظة. يعني صعب انك تسافر من محافظة لمحافظة بسبب افتقاد الامن. التجارة الداخلية لازم احد يسافر من محافظة لمحافظة مال هنقل حاجة ازاي? فافتقاد الامن ادى لتدور التجارة الداخلية. وبرضو تدور الصناعة والزراعة ادى لتدور التجارة. ده برضو من اسباب تدور التجارة الداخلية وكانت التجارة الداخلية مبين الوجه البحري والقبلي بتتم عن طريق نهر النيل نهر النيل كان هو اي نعم كان فيه تجارة بس كانت متداورة كانت بسيطة وبالنسبة للتجارة الخارجية كان التجار الأجانب هم المسيطرين لان الدولة العثمانية كانت بتعطي الامتيازات للأجنبية للدول الأوروبية فكان المسيطر عليها الأجانب وبرده كانت متدهولة يلا نشوف الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية تعملت زي أثناء العثمانيين في مصر المجتمع في مصر كان بينقاسم لطبقتين طبقة أولى طبقة العلية اللي هي طبقة الحكام دي كان لها كافة السلطات ولكنها تركزت في يد قلة من الأطراق والممليك بعض الأطراق والممليك هم اللي كانوا بس في طبقة الحكام دي وكان لهم كل السلطات والطبقة الكبيرة بقى هي طبقة المحكمين أغلب الشعب طبعا محكمين هم الأكتر طبعا وهي الطبقة الكبيرة وتنقسم إلى طبقة وسطة من المشايخ والعلماء وكبار التجار والحرفيين ودي كانت أوليلة شوية برضو إنها بقى الطبقة اللي كانت كبيرة أوي اللي هي الطبقة الدنيا كان أغلب بقى الشعب بقى كله كانت طبقة الدنيا ودي كان منها الفلاحيين وصغار الحرفيين وعامة الناس اللي هم مش كل الحاجات دي وعانت من الظلم والفقر والتشرد والمجاعات والأمراض والأواء الحياة الفكرية والثقافية الحياة الفكرية والثقافية طبعا أكيد من غير ما نبدأ في حاجة هتكون متدهورة ده لي بقى اتسمت بالجمود والتخلف واتزت مكانة الأظهر العلمية واقتصرت تعليم فيه على دروس الفقه والتشريع وطبعا أهملت العلوم العقلية أو الرياضية والطبعية واللي هي محتاجة لابتكار منتشرت زارة الدجل والشعوزة وشاع الجهل كل ده بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد كانوا خليين مصر منعزلة عن العالم طب هيقروا إزاي أو هيتثقفوا إزاي وهتصلوا بالعالم إزاي في أكيد الحياة الفكرية والثقافية هتبقى راكدة وجامدة يعني متدهورة يعني يعني كل حاجة كانت متدهورة هنشوف بقى حركة علي بيك الكبير مين هو علي بيك الكبير؟ علي بيك الكبير ده كان واحد من الشيخ البادة اللي إحنا لسه قيلين عليهم كان واحد من الماليك هنشوف بقى إيه حركة علي بيك الكبير دي أولا لازم نعرف إن كان فيه نقاط ضعف للحكم العثماني الحكم العثماني كان ليه نقاط ضعف منها قصر مدة حكم الوالي كان سنة أو ثلاث سنوات بس وزيادة سلطة الديوان والحمية دي من نقاط ضعف الحكم العثماني ودي قدت إلى ظهور الحركات اللي هي زي حركة علي بيك الكبير وكده وسب تعرض الدولة لحالة من الضعف في أمتى في أواخر القرن السابع عشر الميلادي فطبعا بكوات المماليك ومنهم علي بيك الكبير المماليك طبعا تطلعوا للانفراد بالحكم استغلوا إن الدولة بقت ضعيفة في أواخر القرن السابع عشر وهي بالفعل انفرد علي بيك الكبير بالحكم انفرد بالحكم سنة 1768 ميلادية بعد ما تخلص من جميع منافسيه من المماليك بقى هو انفرد بالحكم بتاع مصر علي بيك الكبير أرسل علي بيك نائبه محمد بيك أبو الدهب محمد بيك أبو الدهب ده كان نائب علي بيك الكبير أرسله عشان يغزو الشام هو انفرد بحكم مصر عاوز يغزو الشام كمان وتبقى تابع مصر وبالفعل محمد بيك استطاع أن يدخل دمشق دمشق دي عاصمة الشام يعتبر ولكن بعد ما دخلها انحزد السلطان العثماني السلطان العثماني أغراء أو حاجة زي كده فاتفق معه السلطان ضد صاحبه علي بيك الكبير وغدر بيه فطبعا رجعت بقى مصر تاني ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد الجديد اللي هو محمد بيك أبو الدهب بعد بقى محمد بيك أبو الدهب ما مات تصرع بقى المملك اللي جون بعده بعد كده أو الحكام اللي جون بعده وتدهورت حالة البلاد خالص لغاية بقى مجات الحملة الفرنسية وبكده وصلنا لنهاية الدرس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته